السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم تلميذ السنة الثالثة متوسط اليوم بإذن الله جبت لكم استراتيجية كيف تكتب وضعية مهما يكون معلقة بينك بوالو جابت لك لأستاذ انتعك هذه المعلومات وقالت لك تكتب لي وضعية وانت لا تفهم في جده لدينا هنا كيف كيف نجاب لكم ثلاث وضعية هنا وقال لك خير اللي تعجبك ودير عليها وضعية وانت ما تعرفش اصلا كيف تكتب وضعية حسنا اليوم ان شاء الله سنتعلموا مع بعضنا كيف نكتب وضعية بالذراع حسنا نجاب لشتة 4 نقاط او حتى 3 نقاط المهم نجاب قليلا من هذه الستة نقاط صحيح؟ حسنا نبدأ على بركة الله قبل ما نبدأ لماذا لا تشترك في القناة تشارك ويفعل اجرس باش كل حاجة نجدها ان شاء الله تصلكم حسنا هنا واش قلنا نبدأ بالوضعية هذه في ثلاثة اول حاجة هنا نخير واحدة من هؤلاء هؤلاء علماء مشهورين لدينا لويس ابريل ومحمد اليدريسي نخير واحدة منهم ونكتب الوضعية أعطي هذه المعلومات كيف نعطي نكتب الوضعية انظر هنا أعطيك الاسم الاسم أعطيك وقت لكي أولد بالصحة هنا أعطينا غير العام كما تكتبنا مثلا ديسمبر أو جانيوري أو مثلا جانفي 1809 أعطينا غير العام هنا أعطينا البلاصة التي أولد فيها وهنا أعطينا العمل العمل أعطينا مختار 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 ما هي تجعل برايل لدين حسن هنا أخطينا هذا للمشاهدة لنرى العميان اللي يقرأوا بيدهم على مره نقول لك هذا يكون الاختراع نتاعه أعطانا الديث عامات في 1852 صعي ساوي واش راح نديره راح تكتب لويز هنا لويز بريل وز بورن أعطانا العام نكتب ان العام وحدو نكتب ان ان 1809 وز بورن هذه علا بنا بها كامل في اللادات نكتب ان وز بورن يعني ولد وز بورن في 1809 لو كان عطانا اللادات بشكل عام نكتب وز بورن نكتب ان في بلاست ان تكتب ان بصح العام تكتب ان تدير الفصلة لك وتكتب ان فرنسا لدينا فرنسا ولد نكتب ان وز بورن فرنسا وامر في الدنيو شيء من ان فرنسا هو ان فرنسا هنا قال لك استطاع ان فرنسا ليس تكتب ان فرنسا لازم تكتب ان فرنسا تكتب he was an inventor هو كان مخترع هنا نروح الانفنشن الانفنشن الاختراع عنه وش راح تقول راح تقول he he developed the braille system of reading for the blind اوكي فالاخر قاللك death مات في 1852 ساوي وش راح تكتب راح تعود الاسم وش راح تكتب غيرها فالاخر نقول lewis braille died in 1852 1852 اوكي هذه وضعية صحيحة مليحة ضريفة حتى حاجة غالطة اوكي نروح الانفنشن الاختراع نروح الى الثانية alexander fleming اوكي هنا قلنا alexander fleming اوكي اعطانا النايم كيف كيف date of birth وقت الولد وقت الولد وعدنا job شوش كان يخدم عندنا الانفنشن تكتب وعندنا الدثة كيف سوف نقوله Alexander Fleming was born in 1991 ندر فاصلة تكتب in Scotland كيف سوف تكتب was a تكتب لا تكتب ان مع ال inventive ندر فاصلة بالعلم A U ال ا U او او تقوم بحضاها ان الكلمة التي تبدأ بالكلمة او 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 ندر فاصلة ان كيف سوف ندر فاصلة مرتفع عمل العمل بمثل فا plat يقول انه كان بيولوجيس سوى افنش انتعو قال لك اختراع البنسيلين راح تقول هى هنا راح تقول هى ديسكوفرد 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 الاكساندر فليمينج دايد ان 1955 تعبير سهل ماهل بالمعلومات اللي اعطاها اللي فقط ما جبت حتى حاجة من راسي كشغلها معلبة اللي بوالو المهم تجيب نقاط عليها نفس الطريقة هى نفس الطريقة نروح هى 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 نقاط عليها عبد الرحيم عبد الرحيم بروي سوكي اعطانا اعطانا العمر اعطانا فاذرس جوب هنا اقبل فاذرس جوب اعطانا place of birth في تليمثان المكان تزيد انتعوه في تليمثان هنا اعطانا العمل البون وعطانا العمل اعطانا وعطانا الانفنشن واذا اخترع وعطانا الجوائز هذه يكتبها في الكنيشن تاعك rewards معانتها الجوائز واذا نرى في التعبير كيفية كتبوه الذي اخذ هذا الجائزة صحيح ساوا هنا قمت لكم التعبير على شكل جمل كل جملة فقط اضعها نقطة وكمل صحيح مثلا عندنا he was born قبل ما تكتبه ماذا كان هو ها هو ها هو ها هو شوف هنا اعطى لك البداية هذه اعطى لك هو ابدأ لك ببداية هذه لو كان لا يعطى لك هذه البداية واذا ستفعل ستريد تكتب دكتور عبد الرحيم بورويس بورويس was born انتلمسان هذا في حالة لا يعطى لك المساعدة هذه المقدمة كما اكتب لك هنا صحيح هذه واحدة رقم اثنين اعطانا عطانا العمر نتاعه كيفش رح نكتبنا العمر نتاعه هو ولا اي شخصية اخرى وش رح تدير he is 29 years old اوكي ندير نقطة وتكمل الجملة الاخرى his father مدام ابوه رح نقوله his اوكي his father is a mechanic 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 and his mother is a housewife ربط منزل صحيح هنا قالنا father's job و mother's job اعطانا father's job mechanic وعطانا للاخرى housewife لالام تاعه لتخدم في المنزل ربط منزل اوكي رح نكتبوا he is father is is هو is a mechanic اوكي لالام تاعه تدير لقطة ولا فاصلة ولا تكتب and تسمى هذا مع بعضهم and he is mother بلا بلا اوكي كما علمتك هنا is a housewife نروح الانفنشن هو اختراع القميص الذكي للمرضى اللي عانوا من الزحايمر اوكي اللي عرفوا مرض الزحايمر هو مرض نسيان سوا وش راح نقولوا راح نقولوا he اه هنا he invented هو اختراع he invented اوكي بلا مدوخ بلا مدد اوكي سوا he invented a smart shirt for patients suffering from الزحايمر هو اختراع انا ركز لي له هذه بركي he invented اوكي الصيغة الاخرى راح تقول he is invention الاختراع الاختراع انتاعو الاختراع انتاعو هنا قلنا اختراع قلنا اختراع قلنا اختراع هنا نقولوا هو اه اختراع 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 انتاعو كان عن is about عن كان عن is about a smart shirt for patients suffering from الزحايمر اوكي برك ما تزد حتى حاجة من عندك وما تخلط في الجمل الموالو باش نقطة تاعك جيبها كاملة اوكي عندنا rewards مدام هو فاز بهذه وش راح نقول راح نقول he won يعني فاز he won he won the creative award اوكي in 2013 صحيح بهذا الشكل تكون كتبت وضعية مليحة وضريفة وما يخصها والو ويعطيك نقاط بالذراع اوكي اوكي اذا الاستراتيجية اللي راح تحفظها انتا وش هي موش راح تديرها راح تهز كل شخصية كل شخصية موش تحفظها لها حسنا نقوم الصفحة هالي كل شخصية درها تلخيص كم هاك full name occupation ولا job اوكي date of birth place of birth noun noun for وش مشهور هو عندنا invention عن date of death وعن place of death كما هنا مثلا اعطالك على عبد الرحيم برويس اعطالك father's job mother's job واعطاك الجائزة لدها اوكي كل مرة تتعلم حاجة المرة هذي تعلمت كيفاش تكتب كيفاش ربح هذي الجائزة اوكي اتعلمت كيفاش تكتب كيفاش اختراع او الاختراع او الاختراع انتاعه اوكي كل مرة تتعلم حاجة ولكن هذا الطريقة لا تطهالك والله يسهل مهلا وما فيها حتى صعوبة وكامل قادرين نجيبه في الوضعيات ست نقاط متاعكم فقط ركز فقط مليح وإلا ما فهمت ايش حاجة ارجع فقط من الفيديو لعود الفيديو بهذا الشكل تكون كتبتي وضعيتك بلا ما تحفظ هذا التعبير الكبير الطويل اللي ما فيه حتى فايدة وتكسر رأسك صعي